نروح للحقيقة الطريق الدائري الإقليمي وشهد الطريق الدائري الإقليمي تواجد أمني ومروري مكسف جدا على مدار الأيام مع قرب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل حركة النقل عليه كبديل الطريق الدائري والذي سيحضر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 طن كل يوم من الساعة 6 الصبح الغايد الساعة 12 بالليل اعتبار من 15 سبتمبر الجاني بما يسهم طبعا في إحداث حالة من السيولة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية وكمان تفادي كثير جدا للحواد استعروا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية ومشاهدين نهاية الأسبوع بعد أن افتتحه رئيس الجمهورية رسميا استعدت وزارة الداخلية مبكرة لتأمين الطريق الدائري الإقليمي بكافة قطاعاته والتي تمتد ل365 كيلومتر ست مدريات أمن يمر بها الطريق تشارك الإدارة العامة للمرور في عملية التأمين بهدف توفير مظلة من الأمان لمرتاديها من خلال تخصيص قوات ذات كفاءة وقدر عالية لتتولى عمليات التأمين والتمشيط الدائم بطول الطريق مزودة بالمعدات والسيارات اللازمة للتعامل مع أي خروج على القانون المدريات رفعت درجة التأهب والاستعداد لديها وبدأت فعليا عمليات الانتشار على الطريق بالتشارك مع الإدارة العامة للمرور وعلى مسافات متباينة من خلال نقاط الارتكاز السابتة والأقوال المتحركة التي تهدف إلى بث طمأنين لمرتاد الدائري الإقليمي على كافة محاوره وتتضمن سيارات الإغاثة المرورية والأوناش المختلفة للتعامل مع الأعطال المفاجئة حيث يشهد الطريق كثافات من سيارات النقل الثقيل ومعه كانت الحملات المرورية لضبط السرعات الزائدة مع المراقبة الدائمة على مدار الساعة من خلال الخدمات المرورية المنتشرة بطوله ويبقى على مرتاد الطريق لالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور لضمان السلامة الكاملة على الطريق اعتبارا من يوم 15 من 6 صباحا حتى الساعة 12 منتقص في الليل هيتم حظر سيارات النقل اللي هي فوق الأربعة طن بالنسبة لدائرة القاهرة وبالتالي هيتم كل الانتجاء الدائري الإقليمي بكل تأكيد النهاردة احنا بصدد الدائر الإقليمي بطول 365 كيلو بيمر خلال 6 محافظات بيربط ما بين القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية سواء وجه بحري أو وجه إبلي والشرق وغرب الجمهورية احنا الجيزة بتأمن منطقين منطقة ما بين القاهرة والفيوم بمساحة 60 كيلو ومنطقة تانية ما بين الفيوم والمنوفية بمساحة 124 كيلو تم تأسيم المناطق إلى أقوال أمنية كل قول أمن ليه مكان محدد يمر فيه القول الأمن فيه بتبقى فيه زباط نباحث وزباط نظام ومجموعات مسلحة من قوات الأمن ومن الأمن المركزي وفيه أجهزة لكشف عن المشتبع فيهم وتحقيق الاشتباعات أو الكشف عن السيارات المسروعة ويجمع الخبراء ويتفق معهم المواطنون على أن هذا الطريق سيقلل كثيرا من الكثافات على الطريق الدائري القديم مع تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل عليه من السادسة صباحا حتى منتصف الليل من الخامس عشر من الشهر الجاري لتسلك الدائر الإقليمي لذلك تزامنا مع تطبيق القرار تكثف وزارة الداخلية من انتشارها عليها لتطبيق القرار بحسم ورضع كل من يخالفه وفقا للقانون مع تحويل هذه السيارات إلى الطريق الدائري الإقليمي والذي بدأ السائقون بالفعل في استخدامه لأنه يقلل من الوقت وما يتمتع به من انسيابية صدر قرار السيد رئيس الوزراء بمنع سير السيارات التي تزيد حمولتها عن أربع طن بالطريق الدائري ومن يخالف ذلك سيواجه بعقوبة الغرامة من ألف جنيه لتلات تلاف جنيه جو من الأمان توفره الأجهزة الأمنية لمستخدم الدائري الإقليمي والذي يعد نقلة حضارية تسهم في زيادة عجلة التنمية بعد أن اختصر المسافات وقلل الزمن وسحب كثافات مرورية كان أقليم القاهرة الكبرى يعاني منها